لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك يا مرحباً بكم حبيبنا يسعد وقتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة بإذن الله اليوم رح نحكي بهذا الفيديو عن أشياء علمية تقنية للناس المختصين بموضوع تصنيع العطور أو الناس اللي مهتمين بعشق العطور مثل حالتي أنا العبد الفقير لقل الله اللي بحالة عشق دايماً مع العطر أو دايماً بحالة بحس عن الأمور اللي بتخلينا نعشق العطر للناس اللي مستعجلين كتير وما قادرين يكفوا الفيديو بطريقة على طوله أو على حسب قديش حب حيكون وقته بتمنى يعني يستعملوا تقنية التشغيل السريع يمكن يكون الكلام مفهوم والفيديو أسرع وإذا ما كان بإمكانكم بتمنى أنه ما تأخذوني لطول الفيديو إذا كان الفيديو طويل الرائحة هي ما بتعبر بس عن البرفيوم أو العطر اللي بنلبسه ولكن الرائحة بتعبر أو ما يسمى بالأدر بالإنجليزي بتعبر عن كل الأشياء اللي رائحتها حلوة أو رائحتها كريهة البرفيوم كلمة برفيوم طلعت من المصريين عندما كانوا يستعملون حرق يعني يلي بيسموها الأضحيات أو التقرب من الآلهة بذاك الوقت لحتى يكسبوا ود الآلهة والرضى باعتقادهم فكان يتم حرق الحيوانات الميتة وكان لها رائحة كريهة وبهذاك الوقت اقترحوا أنه يستعملوا ما يسمى بالدخان أي حرق النباتات اللي فيها الروائح الراتنجية أو الروائح العشبية أو جذور إلى آخره بهذاك الحين ومن ضمنها يمكن بوقتها كان يعني الأشياء اللي دارجة كتير قبل ما يقولوا أنه كانت كيلو بيترة يعني تتعطر من هذا العطر أو ميقوناته هلأ اللي دارجة جديدة وعمين حكا كتير أنه أحد الكيميائيين أو مصممي العطر حاول إعادة يعني صياغة عطر كيلو بيترة عن جديد ومن خلال الآثار اللي لقوها أو الجرات اللي كانت تستعملها كيلو بيترة بالعطور تبعيتها ولكن يمكن يكون هذا شوي يعني سابق الأوانو بس كلمة برفيوم طلعت من الدخام باللاتينية أو بلغة ذاك العصر باعتقد يعني اللغة الرومغلوفية باعتقد هيك واكتشفوا أنه كان يحرقوا هذه الأعشاب لحتى يتخلصوا من رائحة الجيفة أو الأضحية اللي تقربوا فيها من الآلهة بدك الحين وبعدين بالعصور التالية اللي كتير يعني نشغل على العطور بأوروبا بالعصور أو بالقرون الوسطى وكانوا كمان الجلود اللي يستخلصوها من الحيوانات كانت رائحة كريهة بهذا أو بهل المثالين راح تكتشفوا أنه كانت الفكرة أنه يعني فكرة التعطير طلعت من التخلص من رائحة الموت يعني الحيوانات الميتة اللي تقربوا فيها للآلهة أو الحيوانات الميتة اللي عم يستعملوا جلودها كلاهم حالتين من الموت إذا بدنا نيجي على العطر كيف بيستعملوا كمان الإنسان بهذاك الوقت كمان كانت روايح الجسد كريهة لأنه كان ممنوع استعمال العطر بهذاك الوقت أو العفوان الاستحمام بهذاك الوقت كان ممنوع وكانت الروائح جدا نتيني حتى يعني عصارة القوم أو فخامة القوم يلي كانوا بهذاك الوقت كانت روايح والنتيني ويمكن كمان نفرد فيديو خاص بهذا الموضوع يلي نحن بنقول إنه دايما العطور طلعت من أوروبا بالعصر القرون الوسطى واستمرت من الأشياء يلي كمان لازم نذكرها بموضوع العطور واختراعه فبس اخترعوا التعطير لحتى يخلصوا من رائحة الحيوانات أو الجلد رائحة الجلد بالحيوانات يلي سلخوا جلودة ليستعملوها بالصناعات وكانت من العطور أو من النباتات الكثير شهيرة بعد ذات الوقت ترجمة نانسي قنقر